موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال وصلنا كثيرا هل بالفعل الإمارات العربية المتحدة هددت الجزائر كما يروج لذلك في وسائل الإعلام يجب أن ننطلق من منطلق واضح أنه لا يمكن للدول أن تلجأ إلى هذا الأسلوب الذين يروّجون لهذا الأسلوب يعتقدون بأن الدول عبارة عن ناس قاعدة في قهاوي وإلا كل واحد عنده بوتيكا في بلاسا ويصف هذا يهدد ذلك لا ما هذا المنطق الدول الدول لا تتعامل بهذا المنطق وأمر آخر أننا عندما نتحدث على هذا الأمر سنتحدث بموضوعيا من يظننا أننا سندافع عن الإمارات فهو واهم لو ثبت بالدليل أن الإمارات هددت الجزائر طبعا سأكون جزائريا بامتياز وسأرفض هذا الأمر وستسمع مني الإمارات العربية المتحدة مالا ولم يعجبها أبدا هذا واضح ولكن أن ندخل مثل هذه الأحداث بطريقة عشوائية من خلال الضغط الإعلامي من خلال الدعاية الإعلامية وبعد ذلك نختلق عداء معين فهذا وهم كبير أنا شخصيا أتفق مع الإمارات في أمور وأختلف معها في أمور إذا كان هي طبعت مع إسرائيل فهي حرة هي دولة ذات سيادة هي حرة في قراراتها لكنني أنا شخصيا أرفض أي تطبيع مع إسرائيل من دون حل عاد للقضية الفلسطينية هذا هو مبدأ أما من يرى أنه يطبع وبعد ذلك يبحث عن حل هذا شأنه وأنا يقيني بأن هذه الطرق لن تصل إلى شيء وإذا وصلوا إلى شيء والله يعطيهم الصحة نقول لك كما أنني أرفض التخوين ليس من منطلق أنني كما يتواهم البعض أنني أؤيد الكيان الإسرائيلي لا أبدا أرفض التخوين لأننا إذا خولنا الإمارات يجب أن نخون الجميع إذا خولنا الإمارات لأنها طبعت مع إسرائيل يجب أن نخون تركيا أيضا التي يرفرف علم إسرائيل في أنقرة ولديها اتفاقيات وتعاون أمني وعسكري واقتصادي واجتماعي وكثير من الأمور إذا خولنا خولنا مصر لأنها عملت معاهدة كامديفيد أيضا يجب أن نخون قطر لأن قطر كان فيها مكتب تجاري ولديها علاقات وتعاون مع إسرائيل يعلم به ربي سبحانه إذا كان نخون أي تعاون إعلامي مع إسرائيل يليس فقط أن نخون القناة الفضائيات الإماراتية لأنها تستضيف إسرائيلي بل أيضا يجب أن نخون قناة الجزيرة والإعلام القطري الذي كان أول من أدخل الصهاينة إلى بيوت العربي والمسلمين والتطبيع الإعلامي يؤدي نفسيا إلى تطبيع سياسي وأشياء أخرى إذن أنا أكره هذه ظاهرة التخوين التخوين الذي إطلاقها بصفة عشوائية فهو ديد تنظيمات معروفة بإديولوجيتها ومعروفة بأهدافها ومعروفة بمخططتها إذن أنا أختلف مع الإمارات في مسألة التطبيع أختلف مع الإمارات في التعامل مع بعض الثورات العربية بلا أدنى شك أختلف معها ولكن أيضا لا أعاديها ولا أدعو إلى تدميرها ولا أدعو إلى الحقد عليها فالإمارات العربية المتحدة لديها إيجابياتها ولديها سلبياتها ولديها شعب أصيل شعب أنا شاركت في حملات إغاثة آثة كثير للسوريين كان نجد الإماراتيين في الصفوف الأولى يدعمون ويساعدون ويقفون مع ضحايا المأساة على الحدود التركية ما نكون مبالغين تركيا أيضا أختلف معها أمور وأتفق معها أمور ولكن لا أكون أدعو إلى تدميرها أو تخريبها أيضا منطقي في التعامل مع الدول العربية والإسلامية لا ينبني على أن من أختلف معه يجب أن أدعو إلى تدميره أو أتعامل مع جهات خارجية من أجل ضرب أمنه واستقراره أبدا أنا أرفض هذا العمل ولا أتماشى به ولا أمشي به واللي يمشي به هو حر لست وصيا على أحد ولست ممن أزايد على الناس في مواقفهم وفي القضايا التي يؤمنون بها قضية أن الإمارات عندما طبعت وجاءت تلك التصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قضية الهرولة وأنها ذلك أدت بالإمارات العربية إلى تهديد الجزائر أعتقد بأنه كلام فارغ من عدة أسباب السباب الأول أن الإمارات لم تهدد دول أخرى عندها علاقات مع دول أخرى السعودية رفضت رفضت التطبيق وقالت بأنه لن نحدث أي تطبيع وأنها تمتمسكة بالمبادرة العرب لم تهدد الفلسطينيين في حجلاتهم ولا سلطة الفلسطينية لم تهددهم الإمارات يعني توصل إلا في الجزائر فقط هذه نقطة النقطة الثانية أنه ممكن أن تكون عتب لأنه استعمال لفظ الذي استعمله الرئيس عبد المجيد تبون قضية الهرولة حتى لو كان جاء غازل مشاعر الجماهير الشعبية وفرحوا به وهللوا به لكن في المستوى الدبلوماسي وفي قضية تعامل الدول هو لفظ قاسي بلا أدنى شك لفظ قاسي وقوي ويوحي إما يوحي أنا ما قلت من قبل إما يوحي إلى وجود أزمة في العلاقات ما بين الإمارات والجزائر أو أنه أنه لفظ فقط جاء عبارة عن زلة لسان لم يكن يقصد بها إهانة الإمارات ولم يقصد بها أي طرف آخر إنما جاء وصف في هذه الطريقة وقدرت أنك تهرول إلى شيء لا تعتبرها إهانة ولا يعتبرها من هذا القبيل هذا من جهة من جهة أخرى أنه الذين نشروا هذا الخبر هو مغرب أنتليجنس هذا الموقع المخزن أنا شخصيا كذب علي من قبل هذا الموقع وافتر علي ونشر علي ادعاءات هذا الموقع بحد ذلك الموقع هذا نشر في 22 نوفمبر 2020 خبر بأنه هناك أنه الإمارات أرسلت إلى أحد الضباط لتعال أمن الداخلي وقالت له كذا وقالت له بأنه رسالة فيها نوع من التهديد الاقتصادي والتهديد السياسي وأنها أوصلتها الرئاسة الجمهورية وأنه أرسلها الرئاسة الجمهورية ولكن عبد المجيد تبول تزم الصم يعني حتى الذين حبكوا هذا السيناريو يدركون أن هذا هذا الوزير هذا الضابط هذا العميد عبد الغني الراشدي اشتغل من قبل في السفارة الجزائرية في الإمارات يعني ليس ليحبكوها الرواية حبكوها بإحكام لأنه هل يعقل بأن الإمارات دولة عندها تعامل اقتصادي وعندها علاقات وعندها سفير في الجزائر وعندها عندما تريد أن ترسل رسالة احتجاج للجزائر ترسلها ترسلها سرية والغريب أنهم ذكروا نفل السرية سرية إلى ضابط في الاستخبارات وهو يوصلها للرئاسة وتوصل نهار لي توصل توصل إلى موقع مخزني دعونا أمر آخر هذا الموقع المخزني معروف بأنه كان منذ فطرة من 2019 هو يتهجم على القايد صالح بتهمة أن القايد صالح يريد أن يعيد المشهد المصري الإمارات دعمت السيسي في مصر فأرادوا أن يصوروا هذا بأن الإمارات أيضا تريد أن تدعم القايد صالح ليصبح رئيس لأن الخلية التي تقف وراء هذا هذا الخبر هي نفسها هي خلية تابعة لجماعة الإخوان لتنظيم الإخوان المسلمين فروزت إلى فكرة أن القايد صالح يريد إعادة المشهد مشهد مشهد مصر وأنه فقط يريد أن يحكم ويصبح رئيس وما إلى ذلك من هذه السيناريوات التي لم يثبت منها شيء راح للانتخابات طلعت تبون حذر له بارك الأمر بعد ذلك في نهار 19 أدى القسم منهار 23 مات القايد صالح بعد ربع أيام توفى غادر رغم أنه كان بإمكانه أن يبقى الحاكم الفعلي حتى بدون انتخابات رئاسية ولا حد يستطيع يقول له كان هو أقوى رجل في تلك المرحلة في الجزائي وكان مدعوم وعنده قاعدة شعبية كبيرة هذا كلام ثار إذن أنه هذا الموقع والغريبة أنه اللي ينشر اللي ينشر هذه الحكاية هو شخص واحد اسمه اسكندر صالحي هذا الاسم هو أول حاجة اسم مستعر هناك من تحدث بأنه لأحد الصحفيين الجزائريين المقيمين في الخارج هو الذي يكتب لهذا الموقع وهو شخصي النفاة قال أنكر هذا الأمر وقال بأن لا عندي ما عنديش علاقة به ولكن موندافريك من قبل تحدثت بأنه صحفي جزائري ذكره بالاسم وهناك من يتحدث بأنه ليس هو بل هو اسم مستعار لأحد ضباط الاستخبارات المغاربة لأنه هم اللي ينشر في هذه المعلومات إذن هذا الموقع ليس له مصدقية أولا لأنه مخزن أمر آخر أنه جاء في ظرف فتحت فيه الإمارات قنسلية في العيون الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب والبوليزايل هذه حقيقة إذن مدى مرتبط هذا فهناك من يريد أن يلعب على هذه الأوطار خلينا نمشو فيها نقطة نقطة النقطة الأولى أنه لا يمكن أن الجزائر إن رفضت التطبيع لا يمكن أبدا أن الإمارات تهددها تقولها طروحي طبعي غصبا عنك لا أعتقد لا أعتقد عندها علاقات مع دول غير مطبعة هذا أول حاجة كلام فارغ لا أساس له أولا الموقف الإماراتي هو موقف مؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بل أنه يعترف بأن الصحراء الغربية مغربية هذا من زمان ولم يحدث أن الجزائر دخلت في أزمة مع الإمارات على مدار هذه السنوات يعني الإمارات لم تعترف يوما بأن الصحراء غربية ولم تعترف يوما بجبهة البوليزاريو ولم تحدث أزمة الجزائر الجزائر لديها علاقات مع دول إفريقية لا تعترف بالبوليزاريو بل أنه عندها علاقات مع دول اعترفت بالبوليزاريو وسحبت اعترافها منه بل أن الجزائر في 2013 مسحت ديون 14 دولة إفريقية قدرت أنا ذاك 920 مليون دولار بينها دول كانت تعترف بجبهة البوليزاريو وسحبت الاعتراف ونذكر على سبيل المثال في هذا السياق بوركينافاسو بوركينافاسو لديها علاقات بوركينافاسو لديها علاقات مع إسرائيل وسحبت الاعتراف بجبهة البوليزاريو وبالصحراء الغربية عام 96 أيضا غينيا بيساو سحبت اعترافها بالصحراء الغربية في 2010 والجزائر مسحت لها ديونها بعد ثلاث سنوات من سحب الاعتراف أيضا سوتومي سحب الاعتراف في 96 وهي من الدول الجزائر التي مسحت ديونها أيضا الجزائر مسحت ديون البنين والبنين لديها علاقات مع إسرائيل إذا كان مشكلة الجزائر مع الإمارات هي بسبب التطبيع مع إسرائيل ها هي مساحة ديون للبنين وهي عندها علاقات مع إسرائيل وبوركينافاسو عندها علاقات مع إسرائيل وإذا كان مشكلة هي قضية عدم قضية الصحراء الغربية هاي فيها دول مساحة لها ديون اعترفت بالصحراء الغربية وسحبت اعتراف بل أن هذه الدول التي ذكرناها عندها قنصليات بوركينافاسو عندها قنصولية في الداخلة دارتها في شهر أكتوبر 2020 غينيا بيساو غينيا الاستوائية غينيا غامبيا جيبوتي ليبيريا هذه الدول كلها عندها قنصليات في الداخلة وكلها فتحوها في 2020 أيضا الكوديفار وجزر القمر والقابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وبورندي وسوتومي وبرانسيبي هذن كلهم عندهم أيضا قنصليات في العيون وأكثر 15 دولة إفريقية لديها قنصليات في الصحراء الغربية بصفتها مغربي ولا تعترف بحق البوليزار الإمارات العربية المتحدة هي الدولة السادسة عشر وهي الأولى عربية إذن كيف الجزائر ستدخل مع أزمة مع الإمارات بسبب فتح قنصلي هناك نوع من المبالغات ترى السؤال الذي يطرح لماذا الإمارات بالضبط التي حدثت عليها معناها أن جات الإمارات فتحت قنصولية في العيون الجزائر تدخل معها في حرب هذا كلام فارغ أنا أقولها لكم كلام ليس له معنى هذا كلام ليس له معنى لا يمكن أن الجزائر تدخل في أزمة مع الإمارات بسبب تطبيحها مع إسرائيل ولا بسبب الصحرى الغربي أبدا الجزائر لمازالت تقدم المساعدات للسلطة الفلسطينية وهي مطبعة مع إسرائيل ومعترفة بها وعندها تنسيق أمني وتعرف ونذكر اتفاق أوسلو لم توقف الجزائر المساعدة الجزائر لديها علاقات مع مصر قوية مصر عندها تطبعت مع إسرائيل وعندها علاقات وصفارات الجزائر علاقتها قوية مع تركيا وتركيا لديها علاقات مع إسرائيل الجزائر لديها علاقات مع الأردن الأردن مع إسرائيل الجزائر لم تعادي دولة يوما بسبب تطبيعها مع إسرائيل يعني اليوم تعادي فقط تعادي الإمارات فقط استثنائية أمر آخر إذا كان لماذا إذا كان هددت الإمارات صح لماذا لم نسمع هذا الجدل عندما هدد حمد بن جاسم وزير الخارجية في مقر الجامعة العربية عندما هدد مراد ميدلسي وزير الخارجية انعقد اجتماع من اجل طرد نظام الاسد طرد سوريا انذاك من الجامعة العربية والجزائر تحفظت على هذا الامر ورفضته فهددها حمد بن جاسم وقال لوزير الخارجية مراد ميدلسي انذاك اسكت سيأتي الدور عليكم معناها هدده بثورة شعبية في الجزائر وهذه المعلومة انتشرت اكد لي بعض المسؤولين في الجامعة العربية ان حمد بن جاسم هدد وزير الخارجية الجزائر علش ما اسمعناش بضجة انذاك كيف قطر الدولة الصغيرة الدولة التي ليس لديها قيمة تهدد الجزائر كما يفعلون الان فقط الامارات لماذا لان هناك اجندة اعلامية قوية لان هناك امبراطورية اعلامية قطرية تقف خلف هذا الامر قطر لديها حسابات مع الامارات من زمان في 2019 كانت تروج عبر وسائل الاعلام وعبر الاشخاص الذين يوالون قطر على ان الامارات تريد ثورة مضادة في الجزائر بل حركت جماعة الاخوان في الجزائر ورفعوا لافتات في مظاهرات جزائرية مناهضة للامارات وروجت لها الجزيرة وروجت لها المغاربية المدعومة والممولة قطرية اذا اذا كانت تقول الامارات تتدخل في الجزائر هاي قطر تتدخل في الجزائر اذا تقول الامارات عندها مشاريع اقتصادية في الجزائر هاي قطر عندها مشاريع اقتصادية اذا تقول بان خطر على الامن القومي الامارات لأنها تسيطر على ميناء الجزائر وهذا خطر الأمن القومي عندك شبكة هاتفية أريد هي قطرية ولا يوجد أخطر على الأمن القومي مثل شبكات الهاتفية إذا كنروح ونخذوها بالطريقة الاستخباراتي علاش ما تتحدثوا لأن هناك أجندة معينة تريد تصفية حسابات مع الإمارات فأرادوا استغلالها في المشهد الجزائي أنا شخصيا ضد أن أي دولة تروح تفتح خنسلية في العيون لأن هذه المدن هي متنازع عليها نتكلم بمنطق القانون الدولي هي متنازع عليها والقضية مطروحة لدى الأمم المتحدة والأمم المتحدة تتابع هذا الأمر ومن 91 والأمم المتحدة وعدت الصحراويين باستفتاء والآن 2020 قربنا من 30 سنة لم يحدث شيء والمغرب يراوغ ويلف ويجب قنسلياته من كلها من أجل القفز أن لا يذهب إلى الاستفتاء من حق الصحراويين أن يطالبوا بحقوقهم من حقهم أن يعلنوا الحرب من حقهم أن يلغوا الاتفاقية كلها حقوقهم لكن الجزائر تدعم الصحراء الغربية لكن الجزائر ليس من مصلحتها أبداً أن تدخل في أزمات مع دول بسبب الصحراء الغربي هناك علاقات وهناك مواقف الدول كلها تختلف دول تتحالف في قضايا وتختلف في أخرى بل أنها تجدها في دولة وحدة لديها دور معين وتختلف في الأهداف هذا طبيعي إذن هناك من يروجون هذه الدعاية أطلقت مغربياً وروج لها إخوانياً وقطرياً ومن المواقع أيضاً الموالية للإخوان المسلمين الذين لديهم حسابات مع الإمارات في إطار الأزمة الخليجية قضية الصحراء الغربية أن الإمارات جات فتحت عندها خلافات مع الجزائر ربما قرأت تصريحات الرئيس على أنها شدة ولكن هناك قنوات تستطيع كانت أنها تتخذ ممكن تتصل بالرئيس ممكن تتصل بالحكومة ممكن تتصل بوزير خارجية أمور سهلة دول لديها علاقات قوية لكن أنها ترسل إلى ضابط الأمن الداخلي وتقوله بلغها الرئيس هذا كلام تعجز بتاع الحمامات ليس كلام رأساء دولي ولا كلام يتعلق بدول أنا تقديري الشخصي أن الإمارات لم تهدد الجزائر ولم تطلق أي تهديدات الجزائر ربما هناك خلافات في وجهات النظر في قضايا التطبيع في قضايا على قضية الصحراء الغربية لم تتجاوز الخلافات التي تحدث بين الدول لكن لا توجد هناك أزمة لا توجد هناك أزمة ولا يمكن أن تكون أزمة بين الجزائر والإمارات بسبب التطبيع ولا يمكن أن تكون أزمة بين الجزائر والإمارات بسبب الصحراء الغربي ولا حتى تكون هناك أزمة في ليبيا الإمارات تدعم حفتر ولكنها لم تنتقد يوما من طرف السلطات الجزائرية حتى المرة الوحيدة لانتقد التبون الدول التي تشارك أشار إلى التركية بصفة تكاد صريحة ولكن دائما الجزائر موقفها أنها ترفض التدخل بأي نوع من أنواع معناها التدخل الإماراتي مرفوض التدخل المصري مرفوض التدخل التركي مرفوض كل تدخل الذي لا يكون في إطار الحوار مع الأشقاء أزمة مثل هذه يجب أن تتدخل فيها الدول ولكن ليس تدخل لدعم مطرف ضد الآخر ولا دعم عسكري وما إلى ذلك لا هذا هو الذي ترفضه الجزائر فالذين روجوا لها هي أنه عندهم فطرة ولو تكتبوا كلمة الإمارات تهدد ستطلع لك تهدد الجزائر تهدد الأردن كأن الإمارات خلقت إلى التهديد وكل عندما تفتح تلقاها كلها إما مواقع قطرية أو مواقع تطع جماعة الإخوة المسلمين أو أنها مواقع أيضا مدعومة قطريين وممولة قطريين ولكنها ليست مباشرة ملك القطر لأن هناك إعلام قطري رسمي هناك إعلام قطري غير رسمي وهناك إعلام غير ممول قطريين ولكنه غير مثل المغاربية وبعد ذلك الأوراسية قناوات قطرية ولكنها تظهر أنها قناة ويلد عباسي مدني وأنها جزائرية كذا هناك ميدل إيست أيضا تمولها قطر وهناك مواقع غربية مختلفة أيضا تمول قطري كما نفس الشيء حتى الإمارات هناك إعلام إماراتي رسمي وهناك إعلام إماراتي غير رسمي وهناك مواقع إلكترونية ممولة إماراتيا الصراع إعلامي وطبيعي الدول أن تفعل هذا ولكن أنه نستدعي المشهد ورأينا منذ بداية الحراك الشعبي وهناك أطراف تستدعي الصراع الخليجي إلى المشهد الجزائر وهذا أكبر خطأ وفي ذلك الوقت لا تستدعي الصراع الخليجي إلى المشهد الجزائر ستكون عواقبه وخيمة على الحراك على الجزائر وهو بالفعل الذي بدأ يحدث كما أن هناك أطراف تريد للجزائر أن تدخل أزمات ومن بينها المخزن المغريب إذن كما ذكرنا أن هناك من يستدعي المشهد الخليجي في الأزمة الجزائرية وأن هناك أطراف إما موالية إلى جهة معينة في الخليج وتريد أن تستدعي الصراع هنا في الجزائر أمر آخر هناك جهات مغربية المخزن المغربي يريد إما أن يعمل أو يدفع الجزائر إلى الأزمة دبلوماسية مع دول عربية حتى تدخل في إطار كأنها عزلة عربية لأن هذا الذي يعمل به يريد عزلة إفريقية ويريد عزلة عربية ويريد أيضا عزلة دولية للجزائر أمر آخر هناك أيضا من يعمل أن يبعد الجزائر عن حضنها العربي وهذه لبهات لبهات موجودة في فرنسا لبهات ما يسمى بالبرباريس تريد أن تبعد الجزائر الحضنها العربي وهذا هو من الأخطار الكبيرة لذلك يريدون صراع مع السعودية صراع مع الإمارات صراع مع قطر صراعات مع كل هذه الدول العربية حتى لا يبقى بقى الجزائر توجهاتها فقط إلى غير العرب وهذه الأبواق موجودة في فرنسا وموجودة في المغرب وأعتقد أن الموقع هذا أصلا المغرب أنتليجينت هو موقع مغربي وتم تأسيسه من أطراف موجودة هنا في فرنسا لذلك لا يمكن التصديق مثل هذه الدعايات التي لا معنى لها كما أن هناك أطراف يريدون التصغير من شأن الجزائر هناك يا جماعة فرق ما بين أن نكون عندنا خلاف مع النظام وما بين أن نعمل على استصغار شأن الجزائر يأتي البعض يقول كيف دولة عربية بل أنه سبحان الله العظيم وصلت الإساءة لأخرين يقول لك هؤلاء البدو هؤلاء الرحل هؤلاء الرعاة كأنه رعي الغنم يعني صار عار أنا رعيت الغنم واعتز بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رعى الغنم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأنبياء موسى عليه السلام لما راحوا وقالوا أنت أجرني ثماني حجج وأنت أتمنت عشر فمن عندك في معنى الآية رعالوا الغنم يعني أنت تجي الآن تقول هي ما عليش هؤلاء اللي تشوفها تقول رعاة الغنم كانوا يوما ما ورعاة الإبل هاهم استطاعوا يبنوا دولة كبيرة هذا من المفروض تعتز بيهم وتفتخر بيهم يحتى تختلف معهم سياسيا هذا شأن آخر ولكن أن تصل الأمر إلى هذا السب وهذه الشتيمة ويريدين أيضا ويعطي واحد يقول لم أتفكر يوما أن الجزائر يصل بهالحال إلى أن دولة صغيرة مثل الإمارات تهددها وأتحداه من يقول هذا أن يعلق على تهديد حمد بن جاسم وزير خارجية قطر أنا سابقا عندما هدد وزير الخارجية الجزائر لن يقولوها لأنهم يوالون طرف معين أنا أرفض أي جهة تهدد الجزائر أرفضها وإن كنت على يقين أنه هذا أمر مبالغ فيه لكن لنفرض جدلا أن أي جهة دولة أخرى مهما كانت تهدد الجزائر سأكون مع الجزائر وسأكون مع النظام الجزائر رغم انتقاداتي له هذا هو المنطق يعني لو ثبت عندي إمارات هددت الجزائر سأقول لا للإمارات لنت تجرأي على تهديد الجزائر هذه حقيقة سنقف لها ولكن أنه تم ترويج أكاذيب مثل ما روجوا بكثافة أن الإمارات تمنع الجزائريين من دخول الإمارات روجوا لها إعلام القطر يكون يكتب عليها وتكلموا عنها حتى في كبرى القنوات لكن عندما كذبت وزارة الخارجية الجزائرية لما اتصلت بالسلطات السلطات الإماراتية قالت لها لم نستر أن الوثيقة هذه اللي يروج لها مزورة الجزائر كذبت فيها إشارات عابرة فقط خلوا الترويج أن الإمارات تمنع من دخول الجزائر حتى عندما روجوا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تضيق عن الجزائريين اتصلت مع أصدقاء إعلاميين وهناك من يعمل في شركات وهناك رجال أعمال وهناك تجار وهناك طلبة وهناك كثير منها تواصلت مع عدد منهم كلهم يذكرون بأنه لم يتغير شيء كلها مجرد أكاذيب وخزع بلد يريدوني لأنهم يدركوا الحمية لدى الجزائرين وعندما الجزائر يوصل يشوف بلده تهدد من طرف دولة وهذه خطة من أجل دفع الجزائريين إلى الانتفاضة ضد السلطة هذا هو الهدف إذن يستعملوا في فزاعة الإمارات لأنه إذا عاد الإمارات كدولة هي حرة في مواقفها السياسية وعاداها الجزائري معناها مباشرة سيتخندق مع قطر وعندما يتخندق مع قطر معناها سيتحول مباشرة إلى آلة يملى عليها وتوجه وفق ما تريده كل الجهات التي تحلل في أواني قطر هذه الحقيقة لذلك إخواني الكرام أنا أقولها لكم وآتي بعض من الآخر أن حكاية أن الإمارات هددت الجزائر لا أساس لها والذين روجوا لها واضحة أجنداتها ولا يمكن أبدا أن الإمارات تهدد الجزائر ولا توجد الدول تهدد بعضها البعض إلا لما تكون في حالة حرب الجزائر الدبلوماسية قائمة والسفارة قائمة قائمة والأمور تمام ويجي يقول لك الإمارات تهدد الجزائر كلام فارغ كلام صبياني لا يعتد به لا الجزائر هددتها الإمارات ولا الإمارات ستهدد الجزائر ولا الجزائر أصلا دخلت في أزمة بسبب التطبيع ولا بسبب الصحراء الغربي وهذا وذكرنا بعض الحيثيات التي توحي بأن الدبلوماسية الجزائرية لم تتجه بهذا الإطار في مرحلة معينة الإمارات تدعم الثورة السورية والجزائر تدعم النظام الأسد ولا سمعنا يوما أزمة بين الطرفين ولا الجزائر دخلت في أزمة مع دول من التي دعمت الثورة السورية لا تركيا ولا قطر حتى قطر لما هددها وزير الخارجية لم ترد عليه وتجهد بل أنه حتى مراد مدلسي الناس اللي رأولي سكت ولم يرد عليها أصلا وتجاهل الأمر يعني بيجي وتحولون الجزائر عبارة عن دولة منبوذة وكذا وكذا عندكم حسابات مع النظام واصلوا صراعكم مع النظام ومن غير المعقول أنه نعارض النظام وفي نفس الوقت نعارض الصحراء الغربي الصحراء الغربي يراهي قضية أخرى الجزائر تدعمها إذا اختلفنا مع النظام ما نختلف مع الصحراويين هذا شأنهم يعني إذا كان ضروري أنه عندما الجزائر لا يا سيدي الجزائر تدعم فلسطين عملا روحوا أيضا امشوا مع إسرائيل نكاية في النظام الجزائر والله يا جماعة كل هذه القضايا تستعمل فقط من أجل سراعات أخرى لا علاقة لها بشؤون الجزائر وتأكدوا يقينا وسيأتي اليوم الذي يثبت فيه كلاما أن هناك أزمات يراد جر الجزائريين إليها الجزائريون الآن في حاجة إلى استقرار بلادهم إلى وضعيتهم الاقتصادية إلى بناء دولتهم أما وليس في حاجة إلى أزمات مع أي كان قضية صحراوية صحراوية هي بين الصحراء الغربية بين البوليزاري والمغرب الجزائر تسندها ولكن لن تدخل في حروب لا نريد أزمة لا مع المغرب ولا مع أي دولة كانت لا نريد أزمات الأزمات لن تخدم قضيانا بدون سبب لكن عندما يتعلق الأمر بمواقف تتعلق بالجزائر وتتعلق بمصالح الجزائر هنا الأزمات نحن لها أما إذا تعلقت بأشياء أخرى خلافات في الخليج مع دول الخليج ضروري الجزائر تدخل في مثل هذه الأزمات أو إجبارها بالدخول لا الجزائر من المفروض تكون لديها مواقف تلعب دور ولكن أن أي جهة تريد المساس بأمنها القومي ستقف لها ستقف لها بالمرصد وتراعي مصالحها هذا طبيعي ولكن يا جماعة هذا الخوض بهذه الطريقة أعتقد بأنه خوض أعمى ونحن في زمن التواصل الاجتماعي الناس صارت للأسف تصدق كل شيء يقرأ خبر يدفعوه إلى هاوية ما تصدق كل ما ترى ولا خدم شوية عقلك يعني في رأيك أن الإمارات تهدد الجزائر ما هذا الكلام الفارغ وما هذا الكلام الذي ليس له أساس هذه دعايات كلها من وسائل الإعلام وهذه التقارير تكتب في المخابرات في الأجهزة الاستخباراتية ثم تنشر وأجهزة المخابرات لديها أخطبوت إعلامي في كل العالم فيجري الترويج لها حتى يقنع الناس الكذبة عندما يروج يتحدث عنها الجميع أنها حقيقة الناس تظنها حقيقة وهذا للأسف كذب في كذب ولا يمكن أن تتحول الكذبة إلى حقيقة إذا وجدت العقول الوعي بل مختصر المفيد أنا بحثت في هذا الموضوع بطرق مختلفة لم أجد أن الإمارات هددت الجزائر ما تقوم به الإمارات في قضية الصحراء الغربية أنا شخصيا ضد مثل هذا الأمر ولكن هي دولة حرة في مواقفها والجزائر أيضا حرة في مواقفها وفي علاقاتها مع من تريد ووفق ما يخدم مصالحها والأمر أيضا يتعلق بالإمارات الإمارات لن أعلق على ما تريده فهي دولة لديها شعبها ولديها أمورها مثلما الأمر يتعلق بدول أخرى جميعا أما أن ندخل في إطار أجندات وحسابات فقط يراد استصغار الجزائر وليس استصغار شأن النظام حقيقة أن الدبلوماسية الجزائرية تعاني وتتخبط وليست في المستوى المطلوب لأنها اختارت وجوه لا تملك الحس الوطني بل السفارات للأسف الشديد لا تخدم مصالح الجزائر بل صارت تخدم مصالح عصب وجماعات ودبلوماسيين يستغلون السفارات والقنسليات لخدمة مصالحهم وخدمة مصالح من يقفون في إرسالهم إلى هذه الدول فقط للأسف الشديد هذه تحتاج إلى ثورة حقيقية نطالب بها لأن الجزائر دولة كبيرة لو تكون لها دبلوماسية كبيرة لن يتجرأ على مصالحها وليس عليها أي كان مهما كان ماله ومهما كان حجم أعماله ومهما كان نفوذه وعلاقاته مع هذا أو ذلك إذن إخواني الكرام هذا ما أردت أن أعلق به على هذا الموضوع وإن شاء الله ألقاكم في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر